تحديات عدة تواجهها الدولة المصرية على كافة المحاور الاستراتيجية ازدادت ذروتها بعد نجاحها في القضاء على العناصر الإرهابية وتكفيف منابع تمويلهم لتتحول الحرب بالوكالة إلى تهديد مباشر للأمن القومي المصري وهو الأمر الذي تقف له القيادة السياسية بالمرصاد فهو خط أحمر لا يشعر به إلا من يحاول الاقتراب منه ومع تلك الأزمات ظهرت قدرات الدولة في التعامل مع كافة الملفات إلا أن جميعها لم تؤجل مشروعا أو تعرق المسيرة التنمية وضعتها الدولة ضمن خطتها الاستراتيجية خاصة في ظل التماسك القوي للجبهة الداخلية ورغم تزايد الملفات الشائكة التي تتعامل معها الدولة من الأوضاع في ليبيا لأزمة سد النهض الإثيوبي للانتهاكات التركية في البحر المتوسط إلى أن الدولة تتعامل بحكمة مع كافة الملفات وتمارس كافة حقوقها السلمية والمشروعة لحماية حقوقها وحقوق الشعب المصري أصوات معدات البناء لم يستطع أحد إسكاتها فالعمل بكافة المشاريع لم يتوقف حتى في أحلك الظروف التي شهدها العالم بسبب جائحة كورونا حيث أكدت الدولة على أهمية استمرار العمل بإجراءات احترازية وهو الأمر الذي لجأت إليه كافة دول العالم متأخرا بعد زيادة مدة الإغلاق التي هزت اقتصادياتهم عجلة الإنتاج في مصر كعقارب الساعة لا تتوقف عن الدوران ولا يمكن لأحد أن يعيدها إلى الوراء وهذا ما يشعر به كل مواطن سواء من طرق أو وحدات سكنية أو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو إنشاء المشروعات القومية الكبرى لتؤكد أن الشعار الرئيسي للدولة سيبقى دوما يد تحمي ويد تبني